بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ النهاردة اول فلقة من خلقات مراجعات تلت عدالي على الترمي الاول لالفين تلاتة واشرين. اول سؤال او اول مجموعة من الاسئلة هنتضرب عليها هي مجموعة اول سؤال معانا بيقول اي بقى انا لازم اجيب الفاليو الخاصة بالA والفاليو الخاصة بالB وبعدين اجيب الفاليو الخاصة بالExpression في الجزء الاول بنساوي بالExcoordinate هنا بالExcoordinate هنا يبقى اضمع A plus 5 is equal to 8 من هنا على طول هنستنتج ان A equals 3 الجزء الثاني B minus 1 equals 3 B minus 1 equals 3 فبالتالي B هنا equals 4 يبقى انا كده جبت A equals 3 والB equals 4 فبقى بس اجيب الفاليو الخاصة بالExpression A squared يبقى هتبقى ب9 وAB squared هتبقى ب16 9 plus 16 is equal to 25 يبقى ب5 خد بالك هنا ان احنا مقتجين البصد الباليو بس سيب العنصر عندي هتلاقيها دي اه نوبر 2 نفس الفكرة بالزبط والEx raise to the power 5 and y plus 1 is equal to 32 كما مكتوب هنا Q cube root of 27 وبالتالي هنا الEx raise to the power 5 equals 32 X raise to the power 5 equals 32 هنا عندي exponential equation وبالتالي اصبح عندي بناخدها على جنب. الفاليو التانية الخاصة بالاي سهلة جدا. يبقى اصبح الاكويتين اللي انا هكتبها يبقى اصبح يبقى انا جبت كده الاكس بطو والواي بطو. يعني الكنين معنى كده ان الانسر عندي هتلاقيها ايه? انا عايز الان او اكس. طبعا الان او اكس انها وبالتالي لما تجيب الان او اكس ان اخدنا الان او اكس معنى كده لما تجيب الان او اكس هتاخد الروت الخاصة بالنعين. يبقى الانسر عندك هتلاقيها ايه. بيقول لي انا او اكس تايمز واي اي انا عايز عشان تحسب الان او اكس تو لازم تجيب الان او اكس. كلنا عارفين ان او اكس تايمز واي. تهمز واي. معنى كده كل الكلام ده منطلما. يبقى الان او اكس تو معناها بس او عايز تكتبها ان او او اكس يبقى الانسر عندك هتلاقيها سيكستين. سيكستين دي في قبلك هي الموجودة في بيقول معنى كده لست قيلينها في السؤال اللي قبليه احنا منقدر نستنتجه من هنا. وانا عايز يبقى على طول هجيب من هنا يبقى الاسئلة دي كلها سهلة ومكررة. جبت الان اف واي يبقى خلاص عشان تجيب الان اف واي تو يبقى عبارة عن الان اف واي بس بس برضو. يبقى اصبح يبقى الاسئلة كلها مكررة. يبقى الانسر عندك هتلاقيها كلها بتعالك فكرة واحدة مفيش غيرها. بيقول لي اف اكس ايكول دي سيت اف واي انا عايز اكس تايمز واي او الكارتيزيون برودكت للاكس والواي او الاكس تايمز واي. يبقى معنى كده هو الوردر دي بير اللي الاكس كوردنات موجود في الاكس سات والواي كوردنات موجود في الواي سات. يبقى اصبح هنا عندك وان المنت يبقى انت هتكتب اوردر دي بير واحد بس. اللي هو مين? اللي هو تو كاما تري. بس خد بالك شكل كتابة بيبقى اوردر دي بير موجود بتوين تو بريتز. يبقى الانسر عندك هتلاقيها دي. نمبر سيبن بيقول لي اف اكس ايكولز دي سيت اوب فايف. ان اوف اكس تو. خد بالك مدام عندك ان يبقى نمبر اوف المنس اوف اكس تو. لو انت هتكتب الاكس تو. يبقى هتبقى عبارة عن اه الاكس تايمز الاكس. يبقى اوردر دي بير عبارة عن فايف تايمز فايف. طيب يبقى انت اصبحت كتبت ايه كتبت اوردر دي بير واحد بس. معنى كده لان اكس تو از ايكول تو وان. يبقى الانسر عندك هتلاقيها هي كل اسئلة دي. هي فكرة واحدة مكنيش غريب. تاخد بالك منها امتى بنجيب الاكس تو وممكن اسألك على او او واي تو وهكزا. اف اكس بيقول لي ده موجود هتلاقيه في في انهي من الاختيارات دي. انت هتركز على اللي هو موجود عندي. والفور. الثري موجودة فين? اه موجودة في الواي. والفور موجودة فين? موجودة برضو في الواي. معنى كده ان ده هتلاقيه في الواي تو. اللي هي واي الكارتيجين برودكت الواي تايمز واي. طب بالانسر عندك هتلاها مين? هتلاقيها دي. برضو ده سؤال نفس الفكرة. اين اوف اكس ايكول تو. ومديك الواي بروان كاما تو. معنى كده ان الان اوف واي عبارة عن كم المنت في الواي تو. طب هو عايد ان اكس تايمز واي. او الكارتيجين برودكت اكس. والواي ده. في كاما المنت? طبعا عبارة عن الالمنت اوف اكس تايمز الالمنت اوف واي. بقى 2 تايمز 2 اقوال 4. فالانسر عندك هتلاقيها ايه. برضو نفس الفكرة. number 10. for any two sets. a and b. then the set. اكس كاما واي. اكس is an element of a. and y is an element of b. refers to التعريف او الكونسبت الموجود عندي ده. refers to what? اه. refers to خد بالك ان الاكس موجود في الايه. يبقى ايه يعني مش هو وبالتالي هنا اه هو التعريف ده refers to what? refers to الكارتيجين برودكت ايه تايمز بي. مهمة جدا. طبعا مش هتختار ايه تايمز بي. يعني هنا بيقفز عدد الالمنت. انا بقى التعريف ده خاص بال ايه تايمز البي. number 11 بيقول اف اكس ايكولز في ري كاما فور. in of اكس تايمز فاي. بدي قدير اه نمز الامتي ست. خد بالك بقى. الامتي ست لما تيجي تعملها تايمز ايه يا مصر ست بتديك فاي. يعني لو قلت اكس تايمز فاي. هنا. عبارة عن ايه? عبارة عن فاي. فبالتالي فاي دي has no elements. طبعا هو بيسأل على number of elements. فبالتالي number of elements equal zero. فالانسر هنا هتكون zero. وبالك ارتيار الصحيح هيكون ايه? هو مديني هنا العبارة عن و مديني Buldo نفس الوضع ابقل لي معنى كده ان الاول التاني ده فكرة دي مهمة برضو وممكن تجي لك في الاختبارات مفيش مشكلة يبقى اضبح كي ماينس تو. times k plus two is equal to five. طبعا احنا درسنا ده من اول عدد يو احنا مندرسه. اللي هو sometimes the difference عبارة عن the square of the first minus square of the second يعني k squared minus four equals five. من هنا ممكن اقولي ان k squared equals nine. معنى كده ان k equals positive or negative nine. اه سوري positive or negative root nine. بس هنا شوية. اه هنا انت طلعت لما انت بتحل فبيطلع لك two values. واحدة positive واحدة negative. بس هنا لو احنا هنتكلم على value of k هتلاقي ال k دي مش هتنفع دايما تكون negative. طب ليه? لان هي number number of elements. يعني اه بتعد one two three. يبقى بالتالي هنا ال k دي لازم تكون تبع counting numbers. counting numbers. يعني لازم تكون positive يا مستر. وبالتالي هنا مش هتقدر تاخد negative three معك كاكتمال من الحلول. يعني لو انت بصيت طبعا اصديرها هتستبعدها تماما وهتستبعد negative three وهتستبعد positive or negative three. فالانسر لازم منطقيا تكون ايه? تكون three. فال value of k هنا equals three. طبعا هو value of k positive or negative three. لكن في السؤال المنطقي بتاعنا لازم الكي دي تكون positive number او يا مستر از اين اه او از اه اكاونتنج نمبر. ده الفكرة الموجودة بالسؤال. number thirteen if set of two times x كما واي ايكولز الكارتيجين برودكت او بتاعك. هو عايز الاكس ماينس الواي. اه الاكس ماينس الواي يبقى انت لازم تكون عارف الاكس بكام والواي بكام. فانا لو كتبت الاكس بكام والواي بكام. فانا لو كتبت الموجودة هقول two كما اكس. وتو كما واي. two كما اكس انا عندي two كما يبقى الواي عندي هنا بثري. معنى كده ان هو عايز الاكس ماينس الواي. الاكس ماينس الواي يبقى فور ماينس ثري اكولز وان. فالانسر عندي اتبقى وان. بعض الناس هتقول لي. طب ليه ما تعكسهاش? يعني ايه تعكسها? يعني ممكن اقول two كما واي الاول وبعدين two كما اكس. فبالتالي لما اقول two كما واي وابقول two يبقى الواي هنا ممكن تكون بكام بفور. عملية معكوسة هنا. اهي الواي بفور. وممكن اقول two كما اكس. وبالتالي two كما ثري. يبقى ال اكس هنا ممكن تكون ثري. يبقى اصبح انت عندك احتمال تاني لل اكس ماينس الواي هتبقى هتأكسها بقى هي بقى ثري ماينس فور. طبعا احنا تنسو غير ماينس كبير يضيك على طول. يبقى 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 هنا ممكن ابقى فبالتالي هنا انا هستغني عن وال واكتر مين الاحتمال اللي هو السؤال ده الى حد ما خادع شوية فانا اكد بانه. طبعا هو بيعتمد على فكرة انك انت الترتيب غير مهم لكتابة اي ست. يعني الست تو كما فور هي انا تو كما فور تو كما ثري هي نفسها تو كما ثري كما تو كما فور يعني تقدر تكتب آآ باي ترتيب. نمبر فورتين بيقولي اف ذا بوينت اي كما فايف اذ انا المنت اوف واي اكسس ذن اي ايكولز وط طبعا هي آآ ممكن نقولي اذ نت يعني اذ انا المنت اوف ممكن تقولي اون واي اكسس يعني موجودة على الواي اكسس طبعا هارتشين كلنا اي بوينت موجودة على الواي اكسس يبقى اكس كوردينت ايكولز زيرو. دي رول خدناها قبل كده. طب الاكس كوردينت عندي بكام? دي باي? يبقى ايه على طول ايكولز زيرو? يبقى الانسر هنا زيرو? يبقى الانسر هنا هتلاقيها ايه? آآ طب لو العكس بقى لو الو على الاكس اكسس. لو الو على الاكس اكسس يبقى على طول الواي اكسس هتلاقيها بزيرو. طب الواي اكسس او الواي كوردينت سوري الواي كوردينت هتلاقيها بزيرو. طب الواي كوردينت بيكام هنا بي بي ماينس سيفن. يبقى بي ماينس سيفن ايكولز زيرو من هنا هتقدر تستنتج ان البي ايكولز سيفن على طول. يبقى الانسر عندك هتلاقيها سي. يبقى هقول هنا سي. الجملة دي والجملة دي بتكرروا كتير في الاختبارات. الفكرة الاساسية ان انت لو عندك موجودة على الاكس اكسز يبقى الواي كوردينت ايكولز زيرو. لو عندك موجودة على الواي اكسز يبقى الاكس كوردينت ايكولز زيرو. بنستغل لها في ايجاد قيم او ايجاد قيم لانونز موجودة عندنا. بتكوين الاكواجن وحل الاكواجن. طبعا اكل بيت الاكواجن اللي هي بتطلب في السؤالين دول بتكون لينير اكواجن فسهل. بس تكون عارف المنحظة المهمة اللي احنا قلنا عليها. بيقول لي اه يعني ده شرط موجود عندي في السؤال. طبعا السؤال هنا اه بتعتمد على التجريب يعني التجريب هو بي لس دان ثري فانا هعتبر ان البي دي بتو. وهبتدي احسب الخاصة بالأوردر دي بير. هشوف الأوردر بير دي هيطلع عكام. انا مفترض اي ابتراض. يبقى اصبح ده سابق ما فيش مشكلة. فلو لو لو هو عالم تري لازم يكون يعني لو قلت تو ماينة ثري بايز نيكاتيف وان. طيب يبقى بس النفسي هنا هتلاقي بوزيتف والواي كوردينيت هتلاقي نيكاتيف. في المفترض انك هتيمشي رايت ذين داون. رايت فايف داون وان يونيت يبقى هتبقى تقع هنا. تقع هنا يبقى معناها ايه? معناها انك انت هنا في الفورت فالانسر عندك هتلاقيها دي. طبعا احنا حافظين بتلاقيه نيكاتيف والواي كوردينيت بتلاقيه نيكاتيف. يعني هما الاتنين بيكونوا نيكاتيف. طعب. لو انت عملت خلي بالك معناها ايه تايمز بي. اه انا واخدين من احنا صغيرين قلنا اذا برودكت اوف تو نيكاتيف نامبر. طب يعني ايه بوزيتف نامبر يعني ايه زيرو. فالانسر عندك هتلاقيها سي. مهمة جدا. اه نامبر اتين من الاسئلة المهمة برضو. يعني هو بيقولك ان ان ده موجود في فانت لازم تراعي الشرط ده. وانت بتحل. طب ليه? لان في الحتة الاولانية. طب احنا كنا واخدين معنا كده ان بس فيه شرط مهمة هنا هيفرض عليها وهيحذف لي هو بقولي في الساكند كوادرات. في الساكند كوادرات معنا كده ان الاكس دي بكون نيجاتيف. فانا هستبعد البوزيتف. معنا كده ان الاكس دي ايكولز نيجاتيف تري. ادي جبت الاكس هاي. طب الواي الواي سكويرد ايكولز فور. او معنا كده ان الواي ايكولز برضو بوزيتف او نيجاتيف تو. طيب برضو انتنا شغالين في الساكند كوادرانت معنا كده ان الواي لازم تكون فانا هاحزف ايه? النيجاتيف فبالتالي هقبلتو بس. هيبقى الوردر تبيرل عندي نيجاتيف تري كما تو. بس هو مش عايز الوردر تبيرل. ده هو عايز اكس بلاس واي. يبقى كأنه يبقى له نيجاتيف ثري بلاس تو is equal to نيجاتيف وان. فالانسر عندك هتلاحسي. برضو دي من الجملة المهمة اللي انت لازم تاخد بالك كويس وما تحلاش بسرعة بتمشي فيها خطوة بخطوة. برضو لازم تراعيك هتة دي. then equals what? طيب. هو بقول لي هنا هنا بقى لازم يعني احنا احنا هو معلومة واحدة بس. يبقى لازم اعتمد على المعلومات دي ايه في الحل? آآ طيب احنا هنا لازم نكون حاجة اسمها inequality درسناها في سنة اولى وسنة الدنيا. طبعا inequality هنا آآ معتمد على ايه? معتمد على الاكس كوردينيت والي كوردينيت. طبعا هوا جيب لك الاكس كوردينيت يعني يعني ان تيريز اوف اكس. فانت غلوم تاخد دولك من الحكة دي. آآ هو بقول لي في الفورث كودرنت في الفورث كودرنت يبقى على طول الاكس كوردينيت دي بتلاقيها positive. والواي كوردينيت بتلاقيها negative. طيب. انا هاقود الاكس كوردينيت positive معناها هيبقى greater than zero. يبقى اصبر اكس منس 2 greater than zero. معنا كده ان الاكس مين اللي هنا? هتلاقي عندك الفور. يبقى انت بتستبعد البي وبتستبعد الايه? طب برضو انا ما اقدرش اخصار لا ولا لازم اشوف الواي كوردينت. الواي كوردينت ناجاتف. يبقى اصبع اكس مينس فور ليس ذن زيرو. معنى كده ان الاكس لازم فور. مين اللي اقل من الفور هنا? الفور ولا الثري? الثري. يبقى كان لو انا كتبتهم في جملة واحدة هقولي الاكس is greater than what? less than what? is greater than two at the left and less than four at the right. كانه بيقول لي ان الاكس هنا محصورة ما بين التو ثري ممكن نضيف شرط ان الاكس is an integer. يعني هنا تقبل values كتيرة. طبعا هو بديني مجموعة من values هنا. ماشي. اخد بالك بقى greater than two and less than four. الوحيدة اللي هتنفح هي three. ممكن يقول لك and x is an integer بقى. ما يضرش يعني لو كتبت الشرط ده. number twenty f axis or k squared minus four كما k lies on the negative direction of y axis. اه يعني دي موجودة في negative direction of y axis. يعني موجودة تحت. then k equals what? اه هنا مش محدد الصراحة. يعني هو كاتب هنا في negative direction of y. negative direction of y. معنى كده ان انت الكي دي هتبقى في negative direction يعني. فبالتالي هنا اه هو محددش يعني. يعني هو هل هي موجودة على على الجزء اللي ده? ولا يعني مثلا موجودة هنا. هيبقى اصبح لو هنا هي موجودة هنا مسلا. على هنا. هيبقى بزيرو. يبقى اصبح كي سكوارد منس فور بزيرو. معنى كده ان كي سكوارد معلش هنا اه هانا تحتاجين ال اكس كي سكوارد يبقى اصبح الكي هنا بوزيتف ور نيجاتف تو. يعني المفترض ان احنا هنختار بوزيتف ور نيجاتف تو. بس خد بالك من حاجة مهمة. لازم تجرب. يعني حط لو الكي بي تو شوف الاردر دبير ايه? هيديك ايه? هيبقى سكوارد عيبقى زيرو كاما ايه? وعندها بيقول لي الكيب تو يبقى تو سكوارد فور ماينس فور زيرو. وهنا الكيب تو يبقى زيرو كاما تو. لو انت بصيت لزيرو كاما تو هتلاقيها هنا فوق. فبالتالي دي مش هتنفع لك. التو دي مش هتنفع. حط الكيب نيجاتف تو هتبقى زيرو كاما نيجاتف تو هيا دي. ليه? لانها موجودة فعلا في اللي هو بيسميها او واي داش او تمام? يبقى اه يبقى هنا المفترض ان انت هتاخد مش هتاخد مش هتاخد مش هتاخد ومش هتاخد زيرو طبعا انت تاخد نيجاتف تو. وده اخر سؤال معنا النهاردة طبعا هنا انا عايز يعني عايز اخد بالك. يبقى انا لازم اجيب الاكس بكامل. الاكس هنا عبارة عن هنا وان وان وان. يبقى معنى كده ان يبقى انت لما هتجيب اكس تو يبقى هتبقى عبارة عن اردد بير واحد بس اللي هو وان كاما وان. معنى كده الان او اكس تو ايكولز وان. انا انا عايز هنا اعينا وفيكس تو يبقى الانسر عندك هتلاقاها بيكون بالك من الرموس دي مهمة جدا. وممكن تتلغبط بها. بكده احنا انتهينا بحقوقه النهاردة. نتساقش لو اعجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب القناة. اشتركوا في القناة